غابت شمس تنظيم القاعدة هنا في باكستان وأفغانستان بعد أربع سنوات مضت على مقتل زعيمه أسامة بن لادن في عملية أمريكية على مدينة أبود أباد مقتل بن لادن وإن مثل خسارة فادحة للتنظيم إلا أنه ليس السبب الوحيد لانحسار نفوذه وتراجع مؤيديه فبعيدا عن المعاقل التاريخية للقاعدة في أفغانستان وباكستان وفي قلب الشرق الأوسط برز تنظيم داعش ليجذب الأنصار من شتى أنحاء العالم لا يمكن أن تعود قوتهم هنا مرة أخرى لقد فقدوا السيطرة على الشباب عالميا وكذلك محليا حاليا تنظيم داعش نجح في الحضور أكثر ومع تراجع خطر القاعدة يسود بين السكان شعور بالأمان على الرغم من إعلان جماعات متطرفة في المنطقة تأييدها لتنظيم داعش لم تعد هذه المنطقة مركزا جاذبا لكثير من الذين يرغبون بالجهاد في باكستان وفي ضوء تراجع القاعدة وتنامي نفوذ جماعات مؤيدة لتنظيم داعش في أفغانستان قرب الحدود الباكستانية يفرض الجيش الباكستاني تأهبا أمنيا قويا ويسير حملات عسكرية مستمرة لمواجهة أي خطر إرهابي جديد قتيبة تركستاني العربية